بسم الله الرحمن الرحيم أهل مصر ونسهة أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أولى حلقاتنا مصر ونسهة وحشتوني النهاردة هنتكلم عن قانون الأحوال الشخصية القانون ده أصار جدل في الشارع المصري أطلق عليه البعض قانون تمزيق الأسرة المصرية ليه؟ لأن في بعض النقاط الخلافية البعض أطلق عليه النوعوار طيب ليه برضو النقاط الخلافية عملت خلاف شديد في المجتمع علشان للأسف الشديد القانون بيقطع سلة الرحم ما بين الابن وأبيه أو ما بين الأب وابنه الرؤية بتكتصر فقط على الزيارة لبضع ساعات في الحدقق العامة فين سلة الرحم ليه ما يشاركش الأب الزوجة بعد الانفصال في تربية الأبناء برضو بنستخدم القانون بطريقة خطأ لما بنلجأ أو بتلجأ بعض السيدات للإمتقام من الزوج فيه كل شوية والتانية هرفع نفقة وهحرمه من رؤية أبنائه تم هنا بيحصل تشرد للأطفال وبيحصل انفصام في الأسرة المصرية في بعض الأصوات في مجلس النواب تعالت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحفاظ على تماسك الأسرة المصرية ومن بين هؤلاء النواب دكتور عاطف مخاليف عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشاريع تعديل قانون الأحوال الشخصية هو معنا النهاردة هراحة دي أهل المساعدة بحضرتك دكتور نورتنا النهاردة في البرنامج وإحنا أقول حلقاتنا النهاردة مصر ونسحة ومصر منورة منسحة وبحضرتك سعيد إننا معك في أول حلقات البرنامج وإحنا أسعد طمعا وإحنا نقدم حاجة للمجتمع بتاعنا إن شاء الله إحنا عارفين إن قانون الخلع في المجتمع المصري بعض السيدات بتستخدمه غلط 40% من قضايا في المحاكم قضايا طلاق منها 83% قضايا خلع صح كده تمام؟ هو يعني حالات الطلاق في مصر الحصر التاحة 2017-18 خلال السنتين اللي فاتوا 83.5% كان حالات خلع طلاق عن طريق الخلع ولذلك يعني استوقفني الموضوع 38.5% نسبة عالية جدا يبقى إذن فيه مكتسب فيه استخدام سيء لقضية الخلع استخدمته استخدام سيء جدا لازم برضو نضيف حاجة فندم إن مصر من الدول العربية التي طبقت الخلع في السنوات الأخيرة يعني إحنا كنا تقريبا آخر الدولة الضبط كده طبقنا قانون الخلع في مصر مع إنه في الشريعة الإسلامية موجود ولا مش موجود هقول لحضرتك في الشريعة الإسلامية حصل موقف واحد وحيد لما راحت ست للرسول اللي هي جميلة بنت هبي بن سلول وقالت له يا رسول الله أخاف أن أقع في الكفر يعني أنا لو امتنعت عن معاشرة زوجي كده بقع في الكفر كان فيه دين فالله هربط علي حديقتي يا رسول الله لا أراه في جماعة إلا أكبحهم وإلا أكثرهم يعني بالبلد دي مش عاجبها مش تيقا فالرسول الأول قال لها إيه أتردي عليه حديقته معنى الحديقة هنا كل حاجة هو صرفها المفترض أترديها لي قالت له وأزيد هتفعل كمان زيادة فراحل لسامة بن قيس طبعا الرسول ما فشخش العقد لم يفسخ العقد لو قال لها خلاص وفسخ العقد بدون زوجها بدون موفد زوجها بدأ اسمه خلع إنما هو عمل للرسول صلى الله عليه وسلم طبقها تطليقة راح لسابت بن قيس وقال له طبقها تطليقة وخوز للحديقة إحنا ذكرنا برضو إن القانون في مصر طبقه كآخر دولة عربية طبما الدولة العربية مطبقها قابلينا إزاي أنا أكبر منهم مش من الشريع الإسلاميين لم يستخدم لم يستخدم حالات الخلع في المادة عشرين في القانون واحد لسنة ألفين الاستخدام السيء ده إلا في مصر لما تلاقي الحصر اللي احنا بنقول عليه ده تلاتة وتمينين ونصف في المية حالات طلاق عن طريق الخلع وبقى حاجات كده تدحك يعني كان الأسباب تدحك هي مرة واحدة حصلت في الإسلام وما كانش خلع كان طلاق برغبة برغبة لكن ما كانش يقدر يقول لا برغبة الزوجة وبإرادة الزوج تمام طب هو كان الزوج ممكن يقول الرسول الله لا لا مش هطلقه لا طبعا ما قدرش طبعا إذن إحنا برضو ما هو الفقه هو الفقه في الإسلام والفقه في القرآن حاجة جميلة جدا إحنا ما بنروحش له خالص إحنا بناخد القشور من بره المفترض في الطلاق أو في الخلع ربنا قال في القصة بتاعت الست الكارهة للذين بسم الله الرحمن الرحيم للذين يقولون من نساءهم طربس أربعة أشهر فإن فاو فإن الله غفور ورحيم وإن عذا مطلع فإن الله ثانيا علي نعم الكلام ده إحنا بنعملهش الكلام ده إحنا حطينه يعني في المادة عشرين في القانون رقم واحد سنة ألفين حالات الخلع خلال ثلاث شهور إذا كان ربنا أنت ربص أربعة أشهر يبا إحنا كمان بنطبق غلط هي قصة الخلع ببساطة شديدة تطبيق الشريعة هنا هيدخلنا برضو في الأزهر الشريف إن هو عمل صياغة كاملة للقانون وقدمها المجلس النواب وللأسف إن برضو وصيرة خلاف حول صياغة الأزهر للقانون وقال إن الأزهر جهة استشارية وليست جهة تشريعية أنا عايز أخذ رأي حضرتك هو من ثلاثين الشيخ الأزهر خضرت الشيخ الإمام أحمد الطيب كلف مجموعة من ثلاثين أنا بتكلم على أساس أن حضرتك بتقول إن إحنا عندنا عدم تطبيق جيد للشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية تم الأزهر لما قدم سياقه كاملة ليه إحنا اعترضنا عليه مش المفروض إن هو مختص بالشريعة طبعا الأزهر قال الخلع في ثلاث شهور والأزهر قال في المادة ستة في القانون بتاعه في اقتراح ما فيش حاجة مع الأزهر بيعمل قانون الخوانين للمجلس النواب وللحكومة فقط الأزهر جهة علمية إسلامية شغلها في الدين وهو المرجع الأساسي في العرب الدينية تمام ماشي يعني لازم يتاخد رأيه إنه مش هو اللي يعمل القانون يعني ما كانش يتعامل بالطريقة دي يعني ما كناش نعمله مواد كأزهر ما كناش نعمله مواد المادة واحد لحد المادة 168 طيب إيه أندي مش المفروض إنه هو المختص بصيغة الشريعة الإسلامية لما يكون قانون هو المرجع الأساسي بصيح يعني المرجع الأساسي إحنا بالوقت ملتزمين بحاجة حاجة جبيرة قوي حطينها اسمها الدستور كلنا كلنا فينا لتزم بيها المادة 7 قالت إنه الأزهر إيه هيئة هيئة استشارية هيئة أو مرجعية هيئة علمية إسلامية تمام هي المرجع الأساسي في علوم الدين والشؤون الإسلامية وظيفتها يبقى نشر الدعوة واللغة العربية داخل البلاد اللي هو الكتر المصري وخارج البلاد بس دي وظيفتها إنما هو مرجع أساسي في العلوم الدينية لما أجي أروح أعمل حاجة في التشريع زي قوانين الأحوال الشخصية لازم أستشيره أنا اللي أرجع له مش هو اللي أعمل ومع ذلك ما فيش خلاف الأزهر كل الشكر والتقدير يعني جال الأزهر ككل وأي حد اجتهد يعني له مننا كل الاعتراف ولكن إحنا بنقول إيه اللي اجتهاد إحنا دلوقتي إذا كنا إحنا دلوقتي إيه اللي دخلنا إيه اللي دخل يعني الدولة المصرية أو مجلس النواب المصري في المجال بتاع الخضوم بتاعة الأسرة أنا معامل دخلت تلفونية بعد إذن حضرتك دكتور أشرف تمام رئيس مركز المعلومات ودعم التخلص القرار السابق في مجلس النواب أنا وسهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك طيب يا فندم إحنا بنتكلم عن قانون الأحوال الشخصية حضرتك أو رأي حضرتك في قانون الأحوال الشخصية الجديد وبعض النقاط الخلافية في إيه أهلا الأول المقصود المقصود الأول بالقانون الجديد لأن إحنا النهاردة دلوقتي عندنا حوالي ست قوانين مقدمة مجلس النواب وفي قانون دلوقتي يطلع من الأسر فالمقصود بالقانون الجديد اللي هو أني واحد فيه أولا يعني أنا بس في الأول كنت عايزة كلامة كنت سمع طبعا اللي بيحصل في الأستوديو وإما ما تخلوه متخفى فكنت تتكلمه على الأزهر تمام الأزهر أولا تبقى للدستور والأزهر ليس الجهة تشريع ولكنه جهة اتخاذ قرار جهة بدأ رأي يعني مجلس النواب يعمل قانون ويروح يبعثه يعمل قانون ويروح يبعثه الجهات الستشارية يصير القانون يا فندم ولا هو يراجع القانون يراجعه يراجع القانون ده نفس الكلام اللي قاله سيادة النبي فندم بلضب ده استنادة نحوالا لمادة التانية من الدستور ماشي بتقول أن الدين الإسلامي دي في الدول والكلام ده تفسر في المحكمات دستورية في حكم المحكمات دستورية أن الكلام ده في الحاجات القطعية للسجوط والقطعية الدلالة معظم المواد الخلافية في قانون الأحوالي الشخصية المصر لا ما فيش فيها لصول شرائية وأقعدت باتي لحضرية مثال بسيط هو نفس الأظهر الشريف اللي كان موافع على سن الحضانة سبعة وقتع سنين قبل سنة 85 هو نفس الأظهر اللي قير سن الحضانة قبل عشر وعشر سنة في سنة 85 هو نفس الأظهر اللي في عشر وقام توافع على تبين سن الحضانة خمترش سنة والتفل يخير ماشي فدا يدينا دليل قاطع على أن الحاجات دي لا فيها نص قرآني ثابت ولا فيها حديث شريف ثابت هي اكتهدات وبالتالي لموضوع التهدي وطالما اكتهد يبقى المسؤولية عن اللي حديثه سن الحضانة وعلماء علم النفس والاجتماع النهاردة احنا شايفين السيوليكيات مش الأظهر مش الأظهر ماشي يعني النهاردة عايز حديثه تحديثه سن الحضانة ارجع دقاتة علم النفس ارجعي العلماء حضرتك كده بتقول أن بعض النقاط الخلافية اللي عليها خلاف القانون الجديد للأسف ما راحتش لناسها ما راحتش لناسها علشان يصدقوا عليها أو علشان يقروها صحي كده لا يعني أنا النهاردة عايز يعني احنا رحنا للجهة الخطأ يا فندم يعني المفروض سن الحضانة طبعا في ست قوانين متقدمة في مجلس النواب يعني المفروض القوانين يتبعث للأظهر ويقول عليهم رأيهم ده شرعي ولا ده شرعي إنما الأزرر النهاردة ما ياخدش القوانين دي ما يردش عليها وبعد كده يطلع لنا بقانون تاني خلاص يزيد يحدد الطلاق في المجتمع ويزيد أعداد الطلاق ويزيد ويزيد حاجة كوالس ثانية في المجتمع نحن نهاردة بقينا خلاص هاي كده لطفحة الحوادث وشوفي حوادث كل يوم بشكل شبه يومي حوادث أبطالها أطفال تحت سن 18 سنة ولسه قدارين يلتاعد سن الطفولة يخلنا بإحنا بنطبقه في مصر هو سن عالمي ولا إحنا خاص هنا 18 سنة 18 سنة طب ليه بقى في الحالة دي ما نستندش للشريعة الإسلامية مع أن الشريعة الإسلامية حددت سن الطفولة المشكلة في الناس اللي مهت على الاتفاعيات دي في العصر اللي قبل كده عصر حص نبارك ومجالس الفهمية اللي اتعملت والجمعيات اللي اتعمل اللي تتخذ تمولات الله أعلم مصار التمول همين والله أعلم أجلدتها شكلها عاملت إذا ما النهار ده هل الطبيعي اللي طفل عنده 18 سنة واحد عنده 18 سنة عنده القدرة البسلانية من يتبوز ويخلف اعتبره طفل ما هي دي المشكلة اللي احنا بنواجهها للأسف للأسف الشديد الأزهر ناقش قانون أو النقاط الخلافية التي صغرها الأزهر كانت مش من اختصاصه نقدر كلام حضرتك والمفروض أن النقاط اللي كان المفروض الأزهر يصدق عليها للأسف الشديد راحت لغير أهلها ده كلام برضو حضرتك زي سن الطفولة أن احنا زي ما حضرتك بتقول عندنا شباب رجال المفروض وبنعتبرهم أطفال أشكر حضرتك يا فندم دكتور أشرف تمام رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار السابق بمجلس الوزراء نورتنا يا فندم وأشكر حضرتك جدا نرجع لسيادة النائب ونكمل الأول احنا مش عايزين نجلد الأزهر الأزهر ملوش دعوة بخصة سن الطفولة دي اتفاقية دولية انا بتكلم احنا من بين حوالي 82 دولة احنا قلنا صدقنا عليها والتزمنا بيها وأنا شايف طب ليه أصدق عليها وإن عند الشريعة الإسلامية بتاعتي عمليك بسن للطفولة لا ما قالتش ما قالتش فيه سن الطفولة فيه اختلفات في السن لكن موجودة ما فيهش لا ما فيه سن طفولة ليه فيه اجتهادات لبعض الفقهاء الأربعة مين قالوا ايه سن الطفولة اللي هي ما بين 18 والبلوغ احنا عندنا الشريعة الإسلامية اللي اتطلب ويحسب حينما يصل لسن البلوغ يا فندم احنا بنحسبه لما بيصل لسن البلوغ وسن البلوغ بيبقى من حوالي 13-15 سنة ما هو بيتحسب برضو يعني تحت سن 18 سنة بيتحسبه كراجل في الشريعة الإسلامية بيتحسب عن طريق جهة قبيل اسمع المؤسسات اللي هي بتاعت الأطفال ماشي بعد 18 بتحسب بقوانين تاني عندنا قضية راجح وكده بتحسب عشان خاطر بس ما نجلتش في الأزهر أنا مش بجلت فيه ما أنا بقول لحضرتك يعني مش شغلة الأزهر انه هو يحط سن الطفولة لما قلت حضرتك دي اتفاقية دولية واحنا متفقين عليها ومش هذه القصة دي قصة تانية خارج غير اللي احنا جيد له قصة سنة الطفولة والنمو المبكر للأطفال دي حاجة تانية خالص ممكن يبقى الدول فيما بعضها ممكن تقالل سنة الطفولة عندنا في الشريعة الإسلامية إنما احنا جايين عشان نشوف يا جماعة اللي كان بيقرقنا في القانون واحد لسنة 2000 كمجتمع مصري الأول الأول بعد إذن حضرتك نتكلم بالضبط نتكلم على النقاط الخلافية لأننا كتير من المشاهدين مش عارفين إيه هي النقاط الخلافية في القانون الأحوالي الشخصيلي بالضبط النقاط الخلافية المؤرقة للمجتمع المصري أربع نقاط أولها أولها الحضانة الحضانة ماشي ما لها بقى سن الحضانة تسع سنوات أم من تسع سنوات لتمنتاشر سنة حد ما يقبل رجل كامل الأهلية أو بنت كاملة الأهلية أب الكلام ده مش موجود في القانون رقم واحد لسنة 2000 موجود سن 15 سنة سن الحضانة والبنت حتى الزواج دي حاجة الحاجة التانية ترتيب الأب في الحضانة في القانون رقم واحد لسنة 2000 رقم 16 في الجديد رقم 2 بعد الأم على طول ولو الأم لقدر الله حصل حالة وفاة للأم هو رقم واحد ما ترحش للستها وممها يبقى أبوها رقم واحد ده هو اللي كان مطلوب أن الأب يكون رقم 2 مش رقم واحد هو الأب في القانون القديم كرقم كام 16 16 طيب اللي هو بعد الأم والخالة المكتراح العامل الأظهر رقم 6 رقم 6 إحنا بنقول ليه بقى ليه بقى رقم 6 وليه بقى رقم 16 حقيقة ما فيها الظلم يعني كنت في أحد الحلقات وبنتكلم على أن الأم توفت وكانت أسرة سعيدة وعشين في كانها في الأم والأب مع بعض الأطفال تمام الأم بتوفت ليه يروحوا بقى للأسرة تتنقل للجدة ويسيبوا الأب يبقى أول حاجة أضررت بالأب وتاني حاجة أضررت بالأولاد نفسهم يعني فقدوا أمهم وفقدوا أبوهم في نفس الوقت ويمكن كنت في حلقة ويمكن المزيح الأشار للنقطة التانية طيب إحنا ليه بندر المجتمع المصري إحنا كده بندر المجتمع المصري ما هيش قصة أسرة مصرية لأن عقد حقد الزواج الزواج مش عقد اجتماعي أنا شايف هنا أن في حالة الأب في تقصير من الدولة يعني القانون المصري قانون فرنسي تمام فرنسا الإبن بيقعد عند الأب أسبوع بيقعد عند الأم أسبوع فالأب هنا بتحصل مشاركة ده في حالة الانفصال مش في حالة الوفاء مشاركة من الطرفين في تربية الأبناء ما بيطلعوش معاقدين نفسياً زي عندنا هم عندهم مش مشاكل أسرية قليات تلفز القانون المصري هنا في المجتمع المصري إحنا بنفتقدها إزاي ليه مبقاش فيه مشرف أو مفاتش بيروح سواء للأب أو للأم يشوف البيئة صالحة لتربية الأبناء وبعد كده أشوف الأب هل يجوز أو ينفع هو فعلا تنتقل إليه الحضانة وهيهتم بالأبناء كويس ولا بعد كده مش شيطان لازم نحط القاعدة الأول وبعد كده الشواز القاعدة بنعمل الكلام اللي حضرتك بتقولين القاعدة المفترض أن الحضانة بتنقصن ما بين الأب والأم كلنا كده معترفين أن لا الأطفال يقدروا يستغنوا عن الأم ولا يقدروا يستغنوا عن الأب فقلنا إذا سن الحضانة المفترض الأولى بالرعاية الأم فيه من سن الرضاع حتى سن تسعة سنوات وأن سن الحضانة المفترض الأولاد محتاجين الحزم والقوة وكده عشان التربية من تسعة لحد تمنتاشر سنة يابا الأب الأولى بالرعاية طيب في الفترتين دون فترة الأم وفترة الأب هل يابا فيه قطع لسلة الرحم بالنسبة للأب لو كان الحضانة عند الأم لا قلنا أن بدل ما تقبأ حاجة اسمها رؤية في مكان عام ولمدة ساعة من ساعة لثلاث ساعات ومرة يجو ومرة ما يجوش لا قلنا تقبأ كل أسبوع يبقى استضافة 24 ساعة وليما تبقاش أسبوع ما أنا أقول لحضرتك الفترة اللي هي سن التسعة سنوات اللي الأم فيها أولى بالرعاية الأب من حقه كل أسبوع يستضيف أولاده 24 ساعة وكل أجازة نصف سنة يقتصم الأجازات وفي أجازات آخر السنة يقتصم الأجازات يعني مثلا لو الأجازة ثلاث شهور يقبأ شهر ونص للأب وشهر ونص للأم وكذلك لما تنتقل الحضانة يقبأ هنا كده النقط الخلافية ما بين قانون 1 للألفين والنقط الأساسية اللي احنا حطنا سن الحضانة من تسعة والرؤية والرؤية أيوة نشيلها وتقبأ استضافة وترتيب الأب ترتيب الأب ما يقباش رقم 16 ولا رقم 6 الأب في وجود الأم في حالات وجود الأم يقبأ رقم 2 بعد الأم تمام في حالات عدم وجود الأم أو وفاة الأم رقم واحد ما يروحش لأي حد ثاني تمام ماشي دي الحالات الخلافية التلاتة الحالة بقى اللي احنا بنتكلم فيها واللي احنا جايين بصددها اللي هي الخلع الخلع واللي هي نسبة الطلاء تعدد الثلاثة وتمين ونصف المائة عن طريق الخلع تمام الاستخدام السيء للمكتسبات مهي بقى وكلمة مكتسب دي أنا بسرعة يعني انت اكتسبت حاجة مش بتاعتك الاول المفترض ان الخلع أنا بقى سامل قسمه خلع الكارهة اللي هي زي جميلة بنت أبي واحدة مش طائقة مش طائقة يعني حضرتك بتقول انه لازم يبقى فيه أسباب قوية للخلع حضرتك ذكرت بعض التصريحات ان المفروض من سبب الخلع يكون مش عادي نركز على حاجات أنا ما قلتهيش أنا هقول لحضرتك أنا هقول لحضرتك أنا قلت خلع الكارهة الست اللي كانها دي المفترض كل نفقات الزوج ترجع طب خلع المشاقة عليها واحدة بتتضرب ضربه مبرح مش طائقة هل ما تاخدش حقها لا يتاخد حقها ما تردش عليه حديقته وتطلب الطلاق أو تطلب الخلع طيب واحدة جزها تغيب عنها أكثر من سنتين من حقها واحدة جزها ارتكب مثلا الخيانة وتلبس بالخيانة واحدة جزها عاجز جنسيا من حقها لا حياءة في الدين طبعا الكلام بيتاخد وبيحرف حضرتك وكل واحد يتكلم على وقت عشر حاجات لخلع لخلع المشاقة عليها تمام تخلع وتاخد كل حقوقها إنما حالة واحدة بس يعني كل مكتسبات الزوج اللي هي خلتنا منه ترجعوا لما يكون هي كارهة تمام حضرتك بتقول إذن حضرتك بالطالب القانون ما يتغيرش الخلع ولكن بنحط له دوابط صحي كده؟ بنحط دوابط انتظرونا فاصلون ترجمة نانسي قنقر